لم يترك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مناسبة أو موقفا إلا وذكر بموعد الانتخابات الذي اقترحه مع بداية توليه المنصب السادس من حزيران المقبل هو ذلك اليوم الموعود لإجراء الانتخابات المبكرة أقل ما يقال عنها بأنها انتخابات مفصلية ستغير من قوانين اللعبة السياسية في العراق تحدياتنا ما زالت مستمر التاريخ ستة ستة الفين وواحد وعشرين ما زالت تاريخ هو الهدف معناتنا وإن شاء الله نوصل له لكن المراقبين يؤكدون أن الغصة التي تضعها بعض الكتل السياسية في دولة باستعدادات الكاظمي لتلك الانتخابات إضافة إلى الأزمة الاقتصادية وتأثيرات فيروس كورونا قد تجبر الحكومة على تغيير موعد الاقتراع وهو ما لا يوده الكاظمي إضافة إلى الجماهير المحتجة في ساحة التظاهر الخابات القادمة هي استفتاء حقيقي على رأي الشارع العراقي بالأحزاب التي حكمته منذ عام 2003 وأيضا يرى بأن لو هناك مزاج شعبي عام لتغيير الواجهة السياسية في العراق فإن انتخابات حزيران القادم هي الفرصة الملائمة لفعل ذلك من جهتها طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتأجيل موعد إجرائها إلى شهر أيلول من العام المقبل حيث لا تزال المفوضية بانتظار التخصيصات المالية اللازمة لتجهيز مراكز الاقتراع بالمعدات وبدء الإجراءات اللوجستية لكنها أكدت في الوقت نفسه مواصلة عملها الرغم من المعاوقات التي من المحتمل أنها قد تؤثر على عامل الوقت والجدول الزمني اللازمة لإجراء الانتخابات إلا أن مجلس المفوضين أصدر قرارا يقضي بافتتاح مراكز التسجيل لاستقبال الناخبين طوال أيام الأسبوع مما في ذلك العطل الرسمية ومع كل العراقيل السابقة فما زال هناك أكثر من مليون نازح لم يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم لأسباب تتعلق بالدمار الهائل الذي لحق بها بسبب الحرب أو لموانع أمنية تتعلق بوجود قوائم مطلوبين أو لأن بعض قوات الحجر الشعبي تسيطر على بعض المناطق وترفض عودة سكانها إليها متابعة لهذا الموضوع معنا من بغداد عضو مفوضية الانتخابات السابق صفاء الموسوي أهلا بك سيد موسوي معنا في هذه النشرة إذن معيقات كثيرة يشكك البعض بقدرة الحكومة على تجاوزها والمضي بإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المعلن كيف تعلق على ذلك؟ نعم شكرا جزيلا لهذه الاستضافة يعني بالتأكيد لا تزال هناك الكثير من المعوقات الفنية والإجرائية واللوجستية أمام إجراء الانتخابات طبعا نحن نبهنا على ذلك خلال الندوة التي استضافنا فيها المستشار الانتخابي للسيد رئيس بجلس الوزراء وبينا أن هناك شكالات كثيرة وتشوهات كثيرة في القانون الانتخابي لذلك بعد هذا اللقاء برزت دعوات إلى تعديل النظام الانتخابي سيد الكريم اليوم الدوائر التي قام مجلس النواب بتقسيمها دوائر لا هي عادلة ولا هي شفافة والدليل على ذلك أنه استأثر مجلس النواب فقط بتقسيمها دون الاستناد إلى الآراء الفنية يعني أي دائرة الآن تأخذها تجد فيها تباين كبير في عدد المقاعد وعدد المراكز التي يعتبدها يعني تأخذ دائرة ربما الأولى تعتبد عشرين مركز تسجيل في حين الدائرة الثانية تعتمد 11 مركز تسجيل فرق كبير جدا إضافة إلى أنه القضية اعتباد الموضوع البطاقة البايومترية أعتقد هذا تحدي كبير أمام المفوضية باعتبار أن المفوضية أعلنت أنه الأول من بداية عام 21 الشهر الأول سيكون تحديث البطاقة طيب إذا كان هو تحديث البطاقة الشهر الأول ثم قضية نشر السجيل يحتاج تقريبا قرابة أسبوعين ثم بعد ذلك هذا فقط ما يتعلق بعمل المفوضية لدينا الآن مشكلة المحكمة الاتحادية ونصابها لدينا قانون الانتخابات الذي وصفته بيعانم المشاكل الكثيرة هناك تشكيك أيضا باستقلالية المفوضية في ظل هذه المشكلات هل سيسعف الوقت المقومة للإفاء بالتزامها بإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المعلم نعم أنا تحدثت على القضايا الفنية بداية باعتباره الجزء الأهم طبعا وما يسع هذه الدقائق لأبينها كلها صحيح ولكن إذا أضفت لها قضية المحكمة الاتحادية إذا أضفت لها المشكلة الكبرى القضية الأمنية يعني أنت اليوم لما تريد تسوي انتخابات نزيهة وشفافة وأنت ما عندك وضع أمني سليم كيف يمكن لك أن تجري هذه الانتخابات الحرة والنزيهة وتريد تعتمد مراقبين دولين المراقبين الدولين بحذ ذاته يحتاج لهم حماية خاصة هذه حقيقة تحديات كبرى توضع أمام إجراء الانتخابات أنا أعتقد اليوم هو الموضوع ليس مستحيلا ولكن بحاجة إلى جهود كبيرة وبحاجة إلى دعم كبير وبحاجة فعلا إلى سيطرة حكومية على السلاح وعلى المراكز وبحاجة إلى تعديل قانون الانتخابات سيبوسو إذا كان فقط تعديل قانون الانتخابات أخذ أشهر حتى وصل إلى هذه المرحلة وما اطلعنا عليه جميعا وفي ظل المشاكل التي تحوم حوله كيف يمكن أن ينجز البرلمان كل تلك الملفات العالقة خلال ستة أشهر يعني البرلمان أعلن أكثر من مرة أنه مع الاستجابة للمطالب أعتقد هذا الامتحان الحقيقي أمام البرلمان لكي يثبت صدقيته حول هذا الموضوع اليوم إذا نريد صعود وجوه ودماء جديدة ترى القانون الحالي لا يتيح يعني صعود دماء جديدة القانون الحالي يكرس من هيمنة الأحزاب الموجودة ويعيد التاجها من الجديد ويزيدها على ذلك نعم وهذه التصريحات الآن التي نسمعها هي واضحة جدا ولا تحتاج إلى نقاش طيب على ذكر قضية المراقبين الدوليين لماذا التعويل بهذه الطريقة وهذا الحجم الكبير على قضية وجود المراقبين الدوليين هل يمكن فعلا أن يضمنوا نزاهة الانتخابات ومن جانب آخر ألم يتوافر المراقبون الدوليون في الانتخابات السابقة بالتالي شاهدنا نتائج هذه وتلك الانتخابات أليس كذلك نعم يعني المراقبين الدوليين هو تعرف حضرتك نحن في كل انتخابات نستضيف مراقبين دوليين ونستضيف مراقبين محليين وطنيين لأنها جزء من نزاهة العملية الانتخابية لكن أعتقد اليوم بسبب ضعف الثقة الموجود بين الجماهير وبين الأحزاب ربما برزت هذه الدعوات بالمناسبة يعني المراقبين الدوليين وحسب القوانين الدولية الناس يراقبون العملية ولا يتدخلون فيها يسجلون ملاحظاتهم وبالتالي يبرهنون على أن هل جرت الانتخابات وفق المعايير الدولية أم لا لذلك وجودهم مهم نعم ولكن هو الأساس ما يقوم به البلد وما تقوم به المفوضية وما تقوم به الأطراف المشتركة في العملية الانتخابية هو الأساس في ذلك من بغداد كان معنا عضو مفوضية الانتخابات السابق صفاء الموسوي شكرا جزيلا لوجودك معنا